وانت في الناشئين وبدأت تلعب خلاص وبدأ اسمك تعرف بالنسبة حتى للجمهور اللي بيجي يحضر في النادي والكلام ده كله لعبتي كم سنة في الناشئين؟ من أول 14 سنة لغاية 19 سنة حتى ما اطلع معاكم بقى طبعا الفرقة الكبيرة خلينا في مرحلة الناشئين الأول مين أول واحد شافك في الناشئين وقال لك الرجل اللعيب ده هيبقى ليه مستقبل كبير أو مع النادي الآن؟ هو بصراحة من أول ما يعني ملعبنا وكان الكابتن سايس وكابتن عمر ابو المجد كان مجموعة المدربين كابتن فانح نصير كابتن عوضين كابتن محمدين أسامي كلهم ما شاء الله يعني طبعا يعني ولادي النادي الأهلي كلهم ولادي النادي وبعدين الخبرة اللي عندهم يا كابتن مصطفى يعرف يقولك الولد ده هيبقى كويس طبعا يعني احنا كنا في السن مثلا يعني انا وانا في الـ 16 سنة كان حتم الكوردي وطاهرة وزيد في الـ 14 سنة كنا نلعب يلعبوا الساعة 10 إحنا نلعب بعدين مثلا قبليكم مثلا قبل الفرقة الكبيرة من التلعب الساعة 10 والساعة 12 وإحنا كنا بيتمرن تلاتة للارغة وكل ده على ملعب واحد كل ده على ملعب كنا نتمرن في ملعب الراملة أيوة اللي ورا بتاع الهوكل اللي كان بتاع الهوكل يعني ملعب راملة ورا يعني برضه شوفك حباً في الكرة ما كانش تفرق لا 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 نلعب في راملا نلعب في أي حنلعب يعني دلوقتي هما بيلعبوا ملاعب ما شاء الله وعلى أقضاء احنا كنا نلعب في عز الأيالة جو تاني خالص كنا نلعب في عز الأيال طبعا طيب وانت في الناشئين كده مين أول مدرب قالك انت هتطلع تتدرب مع الفريق الأول مع الفرقة الكبيرة كنا بنلعب مطش كابتن وصفا وكان مستر هيدوكوتي هيدوكوتي وكابتن فادش عدان الله يرحمه 74 بقى 75 ولا 76 76 او 77 76 او 77 اه كان هو موجود بيجي يحضر لنا تعرف بقى بيحضر المواتشات بتاعتنا كلنا كان بيجيبنا نتفرج على الناشئين وكان بقى طبعا قال على الفانيلا وقعد بالشرط طيب بس قبل ما نتطرخ في دي مين كان جيلك بقى في الوقت ده كان الجيل بتاعي اللي طلع مع بعض كده وصلك للفريق الأول يعني مجموعة كبيرة ما شاء الله كلهم اللعبة كويسة جدا زي يعني كان جمال الجن دي الله يرحمه الله يرحمه الشريف عب مينعم مجد عبدالغاني خالد جدالة شم جاهد خالد كامل مش عايز انسى حد طبعا جمال جودة كل نص الملعب ده علاء درار كان مجموعة كابتن مين كان جول كيبر كان أحمد ناجي وعدل عب مينعم وعدل عب مينعم وكابتن شبيري بقى طبعا أحمد شبيري جيب بعد ديهم يعني كان المجموعة دي كنا فرقة كويسة جدا كنا بنلعب على المستوى بناخد البطول على الأطول دا كان فرقة جامدة ما كان مصر يدوكوتي بقى رحمة الله عليه كان بيجيبنا قبل يقولك بكرة كان بيشوف الماتشات يعني فيقولك بكرة تيجو الساعة كذا عشان هنتفرج عشان تشوفوا اللعيبة اللي هي عندها مستابل تبقى مع الفريق الأول فشوفنا طهر طهر بوزيد وبعدين يجي بعد الماتش ما بيخلص يقولك كل واحد يكتب لي مين اللعيب اللي عاجبه ما شاء الله كان بيعمل كده نعرفش احنا لا كان دوكوتي وكابتن فؤاد شعبان كانوا الصراحة بيعودوا نشوفهم مين اللي قالك كان مدرب قالك انت بكرة عندك تمرين مع الفريق الأول كان كابتن عوضين كابتن عوضين جابها لك ازاي لا لا هو كابتن مش أنا واحدي بس كان أول واحد كان اختاروه كان لعب معاك وكان شريف عمنا شريف وكان مجد عبدالغاني وبعدي مجد أو أنا كنا على طول بعدية على طول تمرنت معاكو فترة يعني كابتن عوضين اللي قالك انت هتتمرن مع فيه الأول هنطلع بقى عشان مش هتمرن مع الفرقة هتمرن مع الفرقة كبيرة طيب لما قالك كده وانت ماشي على كبرى أسرين كده وروح تركب من التحرير عشان تروح ايه اللي تقدر في زهنك ثم كان حلمي طبعا حلم يعني أي ناشئ أنا كنت بقى فأتفرج عليكم كنت عارف ان اتمرن قبليكو ونلعب ماتش أو حاجة نوقف فرصور الحديد عم سيد كده بتاع البيبسي نشرب بقى الكاكولة ونوقف نتفرج عليكم فطبعا انت كأي ناشئ صغير عنده تطلعات بيوقف يتفرج عليكم وانتوا بتلعبوا يعني أنا مش متخيل ان أنا حاجل في يوم هلمت ايه هلمت بإيه يعني لما تفرجت بقى مانا يا كابتر ان انا ان انا بقى لعيب زيكم لقيت نفسي فسطيكم يعني كان نفسي ابقى لعيب زيكم طيب لما روحت على كبرى أسر النيل وانت راكب الأوتوبيس كده انت ايه اللي ضر في زهنك يا طرى ان هطلع بقى اتضرب فوق هشوف مين انا معقولها هبقى مع الناس ديت انا كذا كذا ايه اللي ضر في زهنك لقيت كنت بفكر ان انا يعني استمر في زيادة في التدريبات ان نمي نفسي ان انا لما ياخدوني ابقى معاكم في التقسيمة جبز بقى بالتجربة انها ناس بتقودي فدي كانت عاملالي قليقة جامد جدا طبعا جالك نوم يوميها الصراحة لا خالص وبأمانة انتوا كنتوا يعني عشان تلعب في وسطيكو كلكم ما شاء الله اسامي جامدة جدا كابتن مصطفى عبدو كابتن الخطيب كابتن مختار مختار صفوة عبدالحليم كابتن فاتح مبروك مصطفى يونس كابتن حسن حمدي انا حضرته برضو كان لسه اه كان لسه كان لسه في الملأ يعني كان نهايته بقى خلاص يعني كان حيبطلوا بتاع اه مير همام طبعا مجموعة متحط رمضان كان معانا برضو من فرقتنا اه ربيعة ياسين يعني بص بيقولك اسامي مش عايزة نسى حد مجموعة لعيبة كابتن كل واحد فيهم ما شاء الله وكلهم لعبو درجة أولة كمان نعم وحمد جمعة بعد كده كان طلع معاكو برضو ربنا يشفي وعافية اللهم امين يا رب حمد اه ربنا شفيه طب لما طلعت او كنت لما طلعت الفريل اول كنت بتبدل هدومك بيضغير هدومك في القضاء بتاعت الفريل اول ولا مع الناشئين لسه لا لما طلعنا الفريل اول اه عدنا فترة مع الناشئين مع الناشئين اه وبعد كده بقى لما بدأت بقى يعني خلاص ادمت شوية بيتقلع مع الفرق الكبيرة هدوكوتي قبلك ازاي الصراحة لا يعني كان انا وشريف وخالد جلالله ومجد عبدالغاني ومجد عبدالغاني وشريف يعني وطاهر وعادل عم منع والله كان قبليكو بشوي لا طاهر قبلينا اه بعدينا يعني ايو ايو طلع بعدينا اه كان بيقف معنا يتكلم معنا اه يعني فيه صورة كده لو جدت بوقفين وهو بيتكلم معنا كان حتى لا الله كان يقول لي انت يا فوزي انت ممكن تاكل رزة تاكل مكارونا كنت رفاق قوي اه انت ممكن تاكل رزة تاكل مكارونا مع اني كان يقول لي كل رزة او مكارونا يعرف ان هو بره لسهور بره تيم خالص اه فالحمد الله يعني انت قال لي ممكن انت تاكل كل مفيش مشكلة اه كانت رفاق جدا طيب اول مرة نزلت فيها التمرين مع الفريق الاول اه انت كان شعرك ايه واحساسك ايه طبعا في منتاز سعادة بامانة يا كبتس كنتش خايف ان انا بغاية دلوقتي منزاش كنت خايف وطبعا قلقان طبعا فسط العمالقة اللي كانوا بيلعب دول بس بامانة كان الكابتن عبدالزيزعب الشافي كابتن زيزو كابتن زيزو اه يعني لقيته جابني فوزي يشد حيلك وما تقلقش و كان بيلعب زيز اه كان موجود اه موجود في الملعب اي ويقول لي ما تقلقش ويلعب وما تخافش من حاجة الزيززة شخصية جميلة جميل جميل الصراحة طبعا المسي علي طبعا ههو بقى طب تعاملت مع بقيت اللاعبين التانين ازاي والله يا كابتن انتو كلكم كنتو بتحتوونا الصراحة بامانة انا مش عاوز احكي عاوزك انتو اللي تحكي بامانة ما كناش بنحس اللي بيدخل حتى دلوقتي اللي بيدخل في وسط الفرقة سبحان الله مطش مطشين يا كابتن وتلاقي خلاص الدنيا ده عزمة النادي الاهلي ده النادي الاهلي اللي بيحتووه اللي قدام بيحتووه الصراحة انتو احتوتونا بامانة ان احنا كنا طلعين والفترة اللي احنا طلعنا فيها كانت فترة برضو انك تلعب في وسطيكو دي مش سهلة مين اللي كان بلعب في مكانك كان كابتن مختار كان هزا لعيبة كتير مش مكان محدد انت فكرت ازاي ان انت هتلعب على الناس دي يعني هلعب على الناس دي فكرت فيها ازاي والله في التأسيمات تأسيمات لما كنا بنلعب تأسيمة ويقسمونا مثلا كابتن فواد كابتن فواد فرقتين فرقة اساسي وفرقة اللي هم اللي مش هيلعبوا اللي بيأكلوا رز او اللي بيأكلوا رز فكنت بلعب وبقى قدي يعني صراحة كنت بقى قدي كويس فده اللي لفت النظر للخواجة